الاهلي كان ولزال وحيفضل سوبر الاهلي سوبر لانه قدر يكسب الكاس للمرة السابعة كاس السوبر بعد غياب سبع سنين الاهلي بعزز ارقامه القياسية اكتر فريق في العالم بيفوز باللقب ده في قارته بفرق لقبين عن الكبار برشلونة والميلان ده الكاس بالسوبر الاوروبي خمس مرات لكل فريق الاهلي سوبر لانه اضاف اللقب سبعة وعشرين في تاريخه الافريقي والعربي واصبح اكتر فريق في الكون بيفوز بالالقاب الخارجية عزز مكانه في المركز التاني لأكتر الاندية في العالم فوزا بالبطولات القرية اربع بطولات فقط لا غير بتفصله عن العظيم ريال مدريد الاهلي سوبر لانه حقق نسبة نجاح مية في المية في كل المباراة اللي لها فيه سوبر كبطل لدور الابطال وانهى سيطرة الكونفدرالية على اللقب اللي راح في المرتين اللي فاته الاهلي نادي له قيم النادي دائما وابدا سوبر بقيم ومبادئه الاهلي بيحصد الاخضر واليابس مع موسيماني سيطر على كل البطولات اللي شارك فيها والجيل ده بقى على بعده مباراة واحدة بس قدام طلاق الجيش في السوبر المصري عشان يعادر الرقم القياسي اللي حققه من 15 سنة لما كسب كل البطولات مع الساحر البطولي